يصوت مجلس الأمن الدولي بعد غد ثلاثة على مشروع قرار تقدمت به الجزائر يدعو إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة لأسباب إنسانية وطلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن على النص بصيغته الراهنة والذي يرفض تهجير القسري لسكان المدنيين الفلسطينيين ويدعو لوضع حد لانتهاك القانون الدولي ويأتي مشروع القرار الجزائري على أثر القرار لأصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير الماضي ودع فيه إسرائيل لا منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة